جاي لك يلا بي لحظة كتيرة بصدك كليل أنت نقول تخلص أبو علي بسرعة ونجي ندردش مش عارف ليه الأمور عندي مش هدي عندك كتير طيب أول حاجة هابدأ بيها قبل بقى ما يدور في كل فيما يخص الأزمات المالية والغرامات والكلام ده كله هاسألك على زيزو هالموضوع زيزو كده تقفل مع قفل القيد في الدوري السعودي كان الكلام على إنه هيروح الشباب القيد تقفل في الشباب فخلص زيزو مكمل مع زمالك زيزو مكمل مع زمالك الأسبوع اللي فات فتحنا السيرة دي وتكلمنا أنت أشهد لك أنا الأول قبل بنت تتكلم الراجل ده يا جماعة كان معاه الأسبوع اللي فات وقال لي زيزو مكمل في الزمالك الناس كلها بتقولوني زيزو هيروح لآخر لحظة الدوري السعودي مع فريق الشباب والراجل هواري شهادة حق قال زيزو مكمل مع الزمالك وقد كان مكمل بقى خلاص ها مكمل طبعا ومستمر زيزو بشكل طبيعي كريم القصة قفلت وأنا ما تكلمنا وفتحنا الموضوع قلتلك زيزو الموقف مختلف المرة دي كان فيه ترحيب من المجلس المستقيل عشان يستفيده مديا وقال لك لو وصلنا العشرة مليون دولار هنبيها لكن دلوقتي كان صعب الموافقة على رحيل زيزو ده اللي تبلغ بيه زيزو وتبلغ بيه والده إن زيزو هيستمر معنا بشكل طبيعي جدا ويكمل عقده بشكل طبيعي وزيزو متواجد حتى الآن مع الزمالك ولكن القص عشان ما نقولش زيزو قصته امتهت في الزمالك لأن فيه قصة تانية وهي قصة المستحقات طبعا زيزو كل اللعبين زيزو كل اللعيبة برافو عليك كريم لأنه مش عايزين نختازل قصة المستحقات في زيزو لا أنت عندك في القايمة اللعيبة كلها بتصل لنسبة 70% اللعيبة مش واخدة مستحقتها بالإضافة لخمسة بالضبط بالإضافة لخمسة وعشرين في المية من المقدم المسلم الجديد وده اتكلمنا فيه الإسبوع اللي فات وهم بلغوا الإدارة وبلغوا كابتن عبدالواحد السيد بكده ولكن الجديد في الأمر إزاي مالك دلوقتي في معسكرة كريم خلال الآمن اللي فاتت والنهاردة الكلام كله من اللعيبة مع كابتن عبدالواحد السيد عايزين فلوسنا قبل ما نسافر تنزانيا عشان ماتش أرتا سولار كابتن عبدالواحد السيد والجهاز الإداري تقريبا كل يوم يروحوا لللجنة النادي يتكلموا الوضع إيه الموقف إيه اللعيبة كريم غضبانة ومستاقة وهناك لعبين لا يرغبوا في السفر إلى تنزانيا يعني هناك لعبين في الزمالك لا يرغبوا في السفر لتنزانيا لأن انت سفرت وروح تلعبت بدأت الموسم لو تلعت تتكلم هيقولك انت إيه ده والماتشاط والدقوري والقصة أنا بامس ومراك انت بتقولي دلوقتي فيه لعيبة في نادي الزمالك مش عايزة تسافر تلعب المباراة ده فيه لعيبة ما حضرتش بداية فترة الاعداد كمان بسبب المستحقات طبعا أنا عايز أعرف بالبلد يا كريم أنا عايز أعرف رأسي من رجلي أنا عندي 70% تقريبا أو ما يقرب من 70% مستحقات متأخرة الموسم اللي خلص طيب والمفروض الوقت ده أنا أخد 25% الموسم الجديد طيب اللجنة اللي بتدين نادي الزمالك دلوقتي بتقولك أنا ما عنديش فروس أعمل إيه ما هو الوضع دلوقتي برضو اللعيبة يقولك وأنا عامل إيه مش أزمتي كلعيب اللعيبة يقولك أنا مش أزمتي فيه لجنة هي المسؤولة مسؤولة توفر لي المجلس مش واللجنة جت فاللجنة مسؤولة عن توفير طبعا اللجنة برضو يا كريم البواب اللي مفتوحة كتير يعني أنا كل يوم تقريبا موجود في النادي والنهاردة كنت موجود في النادي فالناس وقفوا برضو الموظفين عندهم مشاكل العمال عندهم وللتبات متأخرة فاللجنة بتحاول الرياضية الأخرى غير كرة القدم طبعا مديونيات الاتحادات طبعا بالضبط مديونيات الاتحادات فانت عندك بس معلش أنا عسلك سؤالي هو اللعيبة اللي سبلت الفترة اللي فادي كلها مش قد تصبر لجنة انتقالية هيجي بعدها مجلس فأصبر لحد بالمجلس مش يصبر أقولك يعني رأيي ولا أقولك رد اللعيبة رد اللعيبة رد اللعيبة بيقولك ما أنا برضو حط نفسك مكاني أنا عندي قصات عشان برضو رد يعني أنا بحيب أرد في الحتة دي الناس بتقولك يعني إيه قصات ده بيأخد هو بيأخد يعني اللي بيأخده قصات يا جماعة هو بيأخد مليون جنيه مثلا في السنة على سبيل المثال يا مليون جنيه في السنة بالظبط فعنده سممائة ألف عنده سممائة ألف قصات بالظبط مقسمهم على قصات وحكتوا حياته بيأخد خمسة عشرين في المية بدأت الموسم صح كل فترة بيصرف له عشرة في المية بالظبط فهي اللعيبة برضو جيقولك أنا عليّ التزامات وعليّ قصات لو فيه واحد هيستحمل فيه واحد جمعه مش هيدر يستحمل بالظبط فاللعيبة عندها مش مشكلة طبعا عندها مشكلة كابتن عبدالوحد السيد النهاردة وعد اللعيبة اللهم هنروح لللجنة بكرة أو بعده بالكتير اللجنة وفقا للوعد الأخير أنه هم بلغوا كابتن عبدالوحد السيد يبلغ اللعيبة قبل الصفر لتنزانيا هيكون في جزء من المستحقات نازل للعيبة بالكامل عشان يقفلوا قصة المستحقات دي لأن أنا بقولك هي كنبلة موقوطة جوانات زمالك في الوقت الحالي هو السؤالة الكريمة عليش أنا أخرج بره السياقشو أنا عارف ما فيش وقت هل كان بيع زيزو حل سحري للزمالك أنا عارف إن خالب بطايب الشاري ده هيجي حاجة للزمالك وفي حاجة تاني بتغالب باتشيكو أو حاجة زي كده جاية بمبلغ لا لا حلقا صالك الكسر لا لا حلقا صالك العرض اللي جي لزيزو في نازل زمالك مش هو العرض اللي كان مغري أو العرض اللي خليهم يبيعوا زيزو فهما حسبوا حزبة إيه أنا مشان زيزو بالرقم اللي جيه آخر رقم جيه من الشباب لا هيبقى الخسارة أكبر بكتير من المكسب ومش هستدد بيه كل اللي احنا عايزينه على عشان رأيي لا لا عشان رأيي أنا رأيي كان زي رأيي المجلس الجديد هيجي مع كلام بتاع خالب بطايب وكلام اللي بنسمعه وخد بالك النادي الناجيري بتاع أتشنبونج ده آسف بتاع سامسون ده نادي واحد من النادي فيه أكتر من نادي رعال لسامسون زيزو ما كانش يحلي كل المشاكل والمشاكل هتبقى المجلس اللي جاي ده مطالب بتوفير ما يقرب من ستة مليون دولار حاجة زي كده ده غير بقى المستحاد ده غير الفلوص الاتحادات آه أنا بحلها أنا سألت مسؤول في الزمال يا سيدي ما تبيع زيزو أنا رأيي زيزو عش تحلي بقى المشاكل دي كلها وتجيب لعيبة لكن الرقم اللي جيه مش هو رقم اللي احنا عايزينه تاني حاجة وده الاهم انه لو بعتوا بالرقم اللي هو كان معقول بس مش كبير مش ده مش هيحل كل المشاكل بالعكس الفلح يبقى عندها مشاكل اكتر في غياب زيزو فهو ما محسوش انه في الفترة ومش هتقدر تعوضه كريم ودي مشكلة يعني انت دلوقتي عندك قزمة انت مش تقرف تجيب لعيبة انه كله اللي جاب جاب يعني من الاخر اللي جاب جاب فخلاص الامور كمان بقت صعبة جدا سنو ما يدروا الشيب